نتكلم في الفاصل على الحوالين المسيماني الجهاز المعاون وقد إيه طبعا عامل شغل كبير جدا لو بنتكلم على مدرب حراس المرمى يا كابتن ميشيل يانكو أو طبعا محلل أداء خلينا نبدأ من مدرب حراس المرمى والشغل اللي حاصل مع طبعا الشناوي علي لطفي مصطفى شبير والشناوي طبعا لأنه في الصورة بشكل قدر ميشيل يانكو طبعا لازم نتكلم عليه ونديله حقه لأنه مش ظاهر في الصورة خالص ولازم الناس تعرف الشناوي بقى كويس ليه هو أوريد الشناوي كويس قوي ومش محتاج أنه يتقيم ومش محتاج أن نتكلم عليه كلام حلو أو كلام كويس اشتغل مع مدربين كويسين قوي قبل كده طوروا منه مفيش شك وقدروا أن هم يعني يخلوا برضو الشناوي رقم واحد في مصر إنما بنتكلم على الفترة الحالية بنتكلم على بطولة أفريقيا بنتكلم على الدوري بنتكلم على كاس مصر لا الراجل شغال معه شغل كويس قوي السبات اللي ينفعله كويس قوي هدافه اللي داخلها مرموها طبعا وليلة جدا تمانية بس في الدوري اه تصدي كور كلها وكرات العرضية حتى المهرية واللعب من الكورة بيبدأ هجمة من وراء ويقدر أنه يباص مع الاتنين مدافعين أو الاربع مدافعين اللي وراء لا شنوه يتطور فيها كويس جدا وقدر أنه مهرين كمان يزيد بالإضافة طبعا لشغله تحت الثلاث خشبات وابتدى يعمل أساس زي ما بتقولي في المنتخب ومع النادي الأهلي وماشي بشكل كويس جدا يعني الراجل عامل معه مجهود جبار الحقيقة وخلّى الشناوي أن هو يبقى حارس مصر الأول سواء على البطولات المحلية أو في المنتخب الوطني أن هو ماشي بشكل كويس جدا لو نتكلم على نهائي يا كاس مصر يا كابتن لما المباراة وقسلت لركلات ترجيح كنا متطمنين بشكل كبير لأنه الشناوي واقف الشناوي موجود دايما جمهور الأهلي متطمن من ناحية دي وكمان هو من أول كورة لطلاقع جيش هو كان مدي الثقة للعيفة أنه لا الموتش دابتعنا أننا هنكسب وقدر فعلا أنه يأمن الفوز للنادي الأهلي فيش شك لما يكون حارس المرمى ثقة وواقف ما شاء الله كده وحش تقدر أنه يدي الثقة للمدافعين ويقدر أنه طول ما المدافعين وحارس المرمى سفر تدي طمأنينة النص الملعب وتدي ارتحال الفرادة أنه يسجل الأول أحسن ما يكون متأخر بهدف فدي طبعا بتفري وهو كان بادئ بداية كويس جدا وأنقذ أكتر من هدف وقدر يأخذ الكورات العرضية كتير ويتحرك تحت تلات خشبات بشكل منتظم شكل كويس جدا بالإضافة طبعا أنه هو في ضربات الجزاء برضو كان عنده سابط فعالي وقدر أنه هو يعني يصد ضرب الجزاء وقدر يعني يبقى من نجوم المباراة للفترة دي وأنا شايف أن الشنوي كل فترة والتانية بقدر أنه يتطور فمباراة طلع الجيش كانت مباراة صعبة جدا وقدر أنه هو يعمل مباراة ويطلع في برد يمكن بعيد عن الحتة الفنية كابتن ومن اللقطات يعني بمناسبة الكلام على حراسة المرمى من اللقطات اللي لفتت نظري ونظر الناس كتير في مباراة نهائي الكاز بعد المباراة كان في صورة كده مشهورة العلي لطفي هو ماسك ورقة عملها يعني لما بيقول لما وصلت المباراة لركلات ترجيح أنا كنت منزل فيديو لطلاق الجيش وشايف كل لعب منهم ممكن يكون بيسجل في أنهي زاوية وعملها كتبها كده في ورقة بيبششوا يعني أه أي الشناوي بيفكروا يعني اللي هما مذاكرينه مع محلل أداء والروح الحقيقة دي مختلفة قوي روح حلوة جدا من طبعاً اتنين حراس كبار ودي بقى الروح اللي النادي الأهلي بيتماث بيها فلما تلاقي حرس البديل يعني صاحبه وحبيبه وخايف عليه وخايف على النادي الأهلي وخايف البطولة تروح فعارف نوط الطقاء ونوط الضعف في الخصب خصوصاً كمان في ضربات الجزاء فلما يدي له ورقة يقول له فلان بيشوت ناحية المين ويشوت ناحية الشمال ممكن ما يوفقش آه لكن لما بتدي له انت المبادرة وتدي له معلومات على الفريق اللي بيلعب ضربة الجزاء ده حاجة ممتازة حاجة كويسة جداً وشوفنا الروح بتاعته ان هي كانت عالي قوي وهو الشناوي مش هيبقى كويس غير بالروح دي يعني الشناوي بقى كويس بالروح دي مع زميله سواء من الحراس اللي موجودة أو من اللعبة اللي موجودة وبالفعل ده حصل ويقدر ان هو يتصدق بالضبط ان هم بيبص لنفسه ان هم بيلعبش فايد دايق لا هو كلهم ألبهم على بعض ألبهم على الكيان الأكبر وده الحقيقة من سبب من أسباب أو السر في السلسية دي وان شاء الله كمان يا كابتن عايزين حق الخماسي ان شاء الله هو علي لطفي ومصطفى شبير والشناوي بقيته الحراس اللي موجودين في قطاع الناشئين موجودين كلهم بيكملوا بعض وده سر النجاح حراسة النادي الأهلي لما كلهم بيتمرنوا كويس بيدوا ثقة للرجل رقم واحد ان هو يبقى متطمن ويقدر ان هو يعمل مشاكل كويسة وما فيش نفسانة ما عندناش الكلام ده في النادي الأهلي فاللقطة اللي حدثت كلتيها دي من شوية بتدل على الروح الجميلة جدا اللي بترتبط ما بين اللعبة وبعضها دي حقيق وعجبني كمان علاقة مشيلي عنكم بيوم لو بعد المباراة على طول وكان عمال يحدن في الشناوي كل شوية تحس الرجل ده بقى تحس انه برغم من الأجانب معروف ان هما شوية عندهم مش حتة العاطف قوي زينا لا هو تحسوا مننا قوي بالزبط هو دي ميزة فيه وعشان كده قرب من الشناوي والشناوي قرب منه وابتدى ياخد منه حاجات كتير قوي يستفيد من خبراته هو دي يعني المدرب لما بيصاحب اللعيب شوية لكن في حدود المعقول ويقدر يوصله كل الخبرات اللي عنده الاستجابة بتاعت اللاعب أو الحارس بيطلع كل اللي عنده بحب فده اللي حصل مع ميشيل ومع الشناوي بقية الحراس كده ماشي بشكل كويس جدا وميشيل بصراحة مكسب كبير نادي الأهلي